اشتركوا في القناة اذا كان عندك فوتوز فانتو ما تغير له في كل سنتين بعض الاشخاص عندهم ايفون 10 ما غيرون لك كل ثلاث سنوات فلا تحرم نفسك وتروح تاخذ الايفون 11 جرب لفايف جي ما اشتغلت لفايف جي في منطقتك يمكن السن القادمة راح تشتغل وانتو ما راح تغير جهازك بسرعة فهذا الجهاز بالاستخدامي له ممتاز جدا الماتيري اللي فيه فخم جهاز مصنوع من استيني ستيل وانا اللي الان من قهر من التطبيع في الاستيني ستيل حلوة لكن برضو مش حلوة الجهاز الشكل حقه صح انه جديد شكل الايفونات الغديم اللي موجودة عندنا مثل الايفون 5 اس ما يحتجب لكم تعرفونه كدير توقف الجهاز كده يعني انا استخدمه كثير وانا اكلم الشباب في السعودية فتوقف الجهاز وتسالف معاهم شي حلو مسكة الجهاز تألن اصابيعي كثر مهم من حفره هنا ما تأخلموا الان على الجهاز الشكل حقه حلو صح حواف الجهاز ارجع اقول لك قبل في الاستخدام ما بعجبني لا في المسكة ولا في الخروج انا اتعلق ييدي كده في الخروج يعني هذا بالحالة ما بعجبني الكيرف اللي كان في الاجهزة الغديمة افضل بكثير الرامدد اللي هنا موجود يعني سموذ في الخروج من البرامج خاصة انه شاري ستكر هنا حاطه ستكر هذا من موقع عبل برضو شريف فمش جاي كامل على الجهاز فتعلق يدي من الجهتين من بداية الجهاز من الشاشة وتعلق على الشاشة فتمسك الكاميرات صح نفس الخروج في الكاميرات لكن ابل اتوقع ان اكون عندكم خيارات ثانية قدروا تسوينها ليش الشكل هذا ليش الجهاز اذا كان كده لازم يجس على الكاميرا كل ايفونات طبعا من ايفون 6 عندها خيار ثاني ابل اتقدر تسويه عندكم الايبود تتش اللي موجود هنا انتم من زمان مسوينها قبل الايبود تتش كاميرا ايبود تتش طالعة لكن الرينق اللي موجود على الايبود تتش نفسه هو يقدر طالع اكثر من الكاميرا فكده يحفظ على الكاميرا هنا لا هنا عكس ابل شمساوية لو تشوفوا اللي فونات اللي عندكم اللي عندكم اللي فونات وولف تشوفوا الرنق اللي على نفس الكاميرا طالع صح بارز لكن كاميرا بارزة أكثر من الرنق فانك تحط هنا تحط على نفس العدسة اللي موجودة برا أو الزجاج الحامل الخارجي على الكاميرا أبل أكسيها أبل يسوي سويتش الرنق لازم يكونه أرفع شوي من العدسة نفسها مسافة خفيفة يعني ما نبيه بروز اللي بيخرب لك التصوير ولا شي لا بروز خفيف نفس ما هو موجود هنا طاين وممتاز وتحس فيه بالأصبع يعني أو سوينه في سامسونج سامسونج لسة 20 ترى حلو الحركة يعني ما فيها الشي أن يكون جزء مرتفع هنا بحركة حلوة جميلة أبل ما رح تسويها طبعا سامسونج سوتها أنا الشي اللي عجبني هناك أن سامسونج سوتها لكن سامسونج سنة الجاي إن شاء الله يكبر دي الشي وخلاص يكون الجهاز كامل يعني ليش هنا بس مرتفع وهنا نا يا حبيبي سوى كامل ليش قبل كل سنة أنت برضو كل سنة تنحفين في الجهاز ما أحد اشتكال أقل لك الجهاز سميك عادي سمكي يعني المسافة خلي نفس الكاميرا والله يحلو والله وبطارية رح تكبر وعندك روم زيادة في الجهاز ستقدم تلعبين فيه داخل لأ أنحف الجهاز أكثر ما اشتكيتها من الجولات الغديمة يعني ليفون 2G أول واحد ما نزل سميك مرة ما علي والله ما أبي نفس السمك هذا صح ليفون 5S 5 سميك صح كاميرا داخلة عادي يعني السمك كذا الخفيف صح الكاميرا هنا أكبر سمكي أكثر عادي والله مضيقني كثير البروز ذا اللي موجود ساووا شوفوا حل أنا تعبت من جهاز البروز ذا اللي طالع البروز ذا ما نبي للبست غلاف أكثر الأشخاص صح اللي لبسون غلاف يعني بعض الأشخاص يقولون نحن ليش فيه مضايق كثير أنا ما أحس فيه عندك غلاف ملبس غلاف خلاص ما رح يكون فيه فرق ما تريد حلو مثل ما قلت لكم الملمس اللي هنا من الخلف ممتاز جدا حتى يعني بظافرك تسوي كده خطوط لتطلع بس مسحة كده خفيفة تروح الـ 5 مليمتر ويفز هنا ممتازة في فرايزون عندنا توصل في الألف إلى ألفين بعض الأشخاص ستستخدمونها أنا لأنني أقول لكم ما أحتاجها يعني أنا عندي الخيار أني سوي سويتش من AT&T لفرايزون عشان استخدم المليمتر ويفز لكن وين ما رح سستفيد فيها يعني يعني هل أنا اشتكيت وأنا أرفع في اليوتيوب لا هل اشتكيت في الباككب اللي يصير في جوالي وأنا أصوره في 4K والدولبي فيجن واشياء لا أنا الـ 400 اللي عندي الويرلس في البيت هنا ممتاز جدا بالنسبة لي الـ upload اللي عندي ممتاز جدا ومرتاح فيه الـ 5G موجهة لأشخاص اللي رفعوا انتيرات في اليوم أنا بالنسبة لي ممتاز يعني 5G العادي ده اللي موجود عندي في AT&T مريحني وما يقطع في المكالمات وكل شي ده إذا كنت تكلم شخص عنده 5G يعني وكويس عندي ما أكلم شخص في الدول الخريجي قطع لو عندك 20G في المستقبل الـ LiDAR أنا أستخدمه أشخاص ما يستخدمونه فطول فبروميكس وطول فبرو فيه شي يسمى الـ LiDAR اللي موجود فيه العدسة اللي موجودة تحت هنا أنا أستخدمه كثير لأني أشحن كثير للسعودية خلفكم في كاراتين هنا موجودة أنا أستخدمها وأشحن فميقياس أخذه من هنا أفتح برنامج المجر على طول يقرالي كل شي ويشوف المقاس حتى بنتي قمت القياس حقها والطول حقها كل مرة أصورها بالـ LiDAR وأشوف القياس حقها فالـ LiDAR أستخدمه كثير الفيس آيدي في الأمام للأسف في السنة هذه أبل ما أصوت في شي كنت أتمنى أبل أن تسوي حركة يمكن ما مرة قلت لكم عنها المسافة لازم أبعد يعني حين الفتح الجهاز بعد إيدك يفتح لو تبعد أكثر ما رح يفتح هل أحتاج أبعد؟ مدري يمكن أنا الشي اللي أبي صج أنه يفتح على جم في الآيباد موجود نكتف تحني على جنب في أي جهة ليك ما حطته هين يعني المستقبل يقول لك ممكن نشلون الـ LiDAR يمكن نحطون باسمه في الباور أو باسمه في الشاشة خلصنا منها هين ليش ما حطته هذي الشي اللي مش عجبني السبيكر ممتاز جدا لدرجة أني ما أستخدم يعني السبيكر ما أفضل عندي بالنسبيلي أني أسمع الصوت المكالمة أو المنبه لكني أشقل يوتيوب مقطع وارفع الصوت ولا موسيقى عندي تقنية يسمها الـ AirBuds Pro هذا اللي أستخدمه لقيت الشبكة ممتاز جدا البطارية ما أقدر أقول لك نفس الـ 11 وبروميكس اللي راحت لكن توسيها يعني يعطيني أنا في الأيام الطبيعي يعطيني 9 ساعات يعطيني 10 ساعات وأنا مستخدمة فمرتاح أطلع اليوم كامل وأرجع استخدامي طبعا سكرين وون تايم 10 ساعات أنا هذا المكسيموم حقي في اليوم خلاص بعدها أقوم ألبس نظارة خلاص أنا الاستخدام الطبيعي لكذا يعني فجهاز مثل ما قلت لكم أول شي نصيح لكل شخص عند الجزاء قديمة يحدث لحق الإيفون 12 ممتاز جدا لكن بعض الأشخاص يقول لك لا أبي شاشة أكبر شي موجودة في السوق هذا هو بس تجي الميزات الثانية أنا عارف لك ما رح تستخدمها الكاميرا هنا دلبي فيجن 60 هناك 30 أصلا بعض الأشخاص اللي شارين للجهاز مشاقلوا دلبي فيجن في نفس العديدات لو تخلوا في العديدات تروحوا من الكاميرا هناك مشاقلوا أصلا الـ HDR اللي موجود هناك بعض الأشخاص أصلا ما يغيرون تصوير الكاميرا نفسه يخلونه في الـ HD ما مغيرين يحطينه في 4K فعلشان بس إنه كبير أو أكبر شي من أبل أو جميع الميزات فيه لكنهم ما يستخدم جميع الميزات لكن بس إنه يكلم يسوي كذا يمكن في ناس معالج ما في نفسك كاميرات ما في نفسك تقنيات الموجودة دلبي فيجن ما في نفسك الليدار ما في نفسك جهاز الألترا وايد العدسة خيسة جدا آسف الـ 2.5x ممتازة جدا بعضك 10x أنا الـ 2x ممتازة وإحنا الـ 2.5 برضو ممتازة فلاش ما استخدم في التصوير استخدمها لحق أدور شي ضايع في الظلمة التصوير الليلي ممتاز جدا 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 في الصور تصوير الليلي ممتاز جدا تصوير الليلي في جميع الكاميرات ديب فيجن في جميع الكاميرات 4K 60 فريم دلبي فيجن في جميع الكاميرات مدلعنا كثير مدلعنا في الماسكة بس أدلنا بيه شوف لنا حلّة أنت كلم أبل تكلم أبل وخيرت عندي بس هذا كل شي شي أقول لكم جهاز ممتاز ثقل الجهاز من الآيفون 11 برو ماكس انتقال اللي تول في برو ماكس ما حسيت في فارق لكن إذا تنتقل من التن اس ماكس والجهزة الغديمة ستحس ثقيل بهذا الجهاز وهذا الجهاز اللي يعلمك أنه أبل لسقرة الحجم البطارية ما يقل الأداء هنا صغير البطارية عن الآيفون 11 برو ماكس لكن تشابه الأداء يعني صح نزلت تحت الثلاثمائة أو الميتين أو الثلاثمائة أو الثلاثمائة أو هالحجم أو الأربعمائة مملي أمبير لكن بدون 5G مثل الآيفون 11 برو ماكس ستعطيك نفس الأداء مع 5G ستنقص ساعة لكن تستخدم 5G أنا صدامت فيه برضو أن صح ميكس ستستخدم هنا يسخن الجهاز لكن السخن طبيعي أنا من نوع الذي لا يستخدم الجهاز ويشحن في ميكس لكن استغربيت فيه بالشحن 20 واط لا يسخن عندي لأضافة بأنه برو ماكس ستشحن فيه 18 واط يسخن هنا في 20 واط لا يسخن تقولي في تعليقاتي إذا عندكم جهاز تروف برو ماكس وتشحنونه في 20 واط هل يسخن عندكم لو لا يسخن؟ بدون استخدام الجهاز يعني يحطي شحن وتركه أنا أجل بعد 20 دقائق لمس بس بارد يعني كنت بيجرب هل يسخن وليسخن؟ فماشي اللي سويت أبل هنا لكن ما يسخن الجهاز مع أنه ما سويت شيء داخل وباقي حين الميكس ستشحن النحل فدل الجهاز هو الجهاز القادم 100% إذا ستشلت البورت سيقول لك الشاحن راح ينشال بعض النسخ الجديدة أو نسخة واحدة من لايفونات 13 مثلا أو 12 اس فبينقل بميكس سيف كامل فلازم تشحن النحل لكي لا يسخن كيف سوف نفرمت الجهاز أو نفرمتها بالنظام يعني نضغط عليه زرين كده ويخش لنا علامة أبل ونقدر نلعب في الأزرار نفس الأندرويد ونروح حق الفورمات ونروح حق التحميل كده نضغط ونشتق الوائرلس ونفرمتها يمكن ندخل من نسوي باكب بس بالوائرلس إنه موجود في الايتونز من سواء تراحت في إنك تشبك الجهاز على اللابتوب حقك بالوائرلس ما يحتاج تحطي الكابل وتسوي له باكب فورمات بالكميوتر كيف؟ مدري هل مكسيف رح ينقل بيانات؟ مدري هل يسون حركة؟ مدري أبل عندهم خيار من زمان مع الابل واتش ومستحيل تركبه الكميوتر إذا تعلقت لازم تودي لحق ضمانهم فنشوف قدام شو يتسوي أبل بس هذه انطباعي كلها لحق أفضل جهاز في العالم لكن يقول لك الزين ما يكمل حلا بس صالحي الزين ما يكمل حلا نشتنى أبل ونشوف شو تسوي السنة هذه مع الأشياء الجديدة الأشياء اللي بتنزلها في الجهاز القادم اللي تخليني نشتريه ماذا ندري؟ الألترا وايد تحديد هالحالة بالنسبة لي يعطيني يدافع لنشتري الجهاز ذاك أنا حاول أن نوصل مرحلة كاميرا الألترا وايد تصير نفس الكاميرات الثانية علشان توقع أني بصور فيها كثير أنا إلى الآن مصور فيها إلا في النهار والشمس قوية النوز اللي موجود في الكاميرا مش ممكن بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بغناة واشتراك بحسابي سنبتال تشارف ضواتكم وعمل لك المقطع من الشر المقطع ولا تنسون الفضل دعاكم والسلام عليكم